يا صباح الخير عن جديد للكم مشاهدينا واليوم رح نحكي بأول فقراتنا عن موضوع مهم بخص طلاب كلية الإعلام وأكيد رح نسلط الضوء على الجولات العملية اللي بتكون فيها الكلية على أرض الواقع يا رشوف أكيد بالإضافة أنه رح نسلط ضمن فقراتنا لليوم عن رشوفة رسائل الماجستير والدكتوراي اللي هي تعتبر كنوز علمية للأجهال القادمة وغيرها وظيفنا لليوم هو السيد إلياس أبو جراب وحضرته معيد في كلية الإعلام وممثل دراسات عليا يسعد صباحك أستاذ أهلا وسهلا بحضرتك وشكرا لكل الجهود اللي عم شصول عليها ضمن كلية الإعلام يسعد صباحكم وشكرا لكم يسعد صباحك أهلا وسهلا فيك بالبداية خلينا نحكي عن أهمية الدور العملي والجولات العملية اللي عم تقوم فيها كلية الإعلام قدش هي بتفيد الطلاب اليوم؟ طبعا مثل ما أنه الكلب يعرف فرع الإعلام هو فرع إبداعي ويتطلب من الطالب العديد من المهارات التي يجب أن تصب في مصلحة ما يتلقاه من تعليم نظري في الكلية بحيث يقوم فيما بعد بتطبيقه بشكل ميداني في أرض العمل الجولات العملية هي مهمة للطالب لأن الجانب النظري وحده لن يكفيه عندما يشاهد بأم عينه المعدات والستوديوهات يعرف كيف يتعامل مع النمط الإعلامي فيكسر الجريد والرهبة وبالتالي يقدم استاجات عملية تطبيقية يصبح مؤهل للسوق العمل بشكل جيد وأكيد نحن خلال تجربتنا أستاذ نارف أنه اليوم دعنا نقول الأسلوب العملي وليس النظري يكون استفادته كثير كبيرة للطلاب عم تعطيهم خبرة ومعلومات جدا مهمة بعيدا عن موضوع النظري طيب هيدل الجولات كرمال كلية الأعلام تحقق الاستفادة اللي هي عم تتمح لإله مفروض يكون في أساليب عم تتبع شو هي أهم الأساليب اللي عم تتبعوا ضمن هيئة الشولات؟ طبعا الأساليب تكون بحسب ما يتطلبه المقرر وبالتالي مثلا في الفصل الماضي ضمن مقرر الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني مطلوب ضمن المقرر أن يتعرف الطالب على الاستوديوهات صحيح وما هي المعدات التي يجب أن يتعامل بها حتى لو كان كمذيع لكن يجب أن يعرف كيف يتم التعامل مع الكنترول فقمنا بجولات إلى الهيئة العامة لإذاع والتلفزيون طبعا هذه الجولات أتت عن طريق تنصيق كلية الأعلام مع وزارة الأعلام وأيضا المادة نتيجة لتنصيق رئيسة قسم الإذاع والتلفزيون الدكتورة اللي نعيسى من وجه لها تحية هي صاحبة المقرر فارتأت أن هذا المقرر يكون فيه تطبيق ميداني الجولات اللي هي العامة إذاع والتلفزيون المقرر مشترك ما بين سنة ثالثة علاقات عامة سنة ثانية إذاع والتلفزيون وسنة ثانية إعلام الكتروني نظمنا الجولات على مدى ثلاثة أيام صار فيه مهندسين تقنيين وإعلاميين يشرحوا لالطالب ما هي هذه المعدات كيف يتعامل ورأى الاستوديوهات أيضا ضمن مقرر الإخراج الإذاعي للسنة الرابعة إذاع وتلفزيون أيضا كان هناك أساليب بأن الإخراج الإذاعي يتطلب الدخول لدائرة التمثليات الإذاعية ويعرف كيف يتم هذا العمل فاستفادوا الطلاب وانعكست نتائج بشكل جدي ضمن مشاريع العمل اللي تقدمت فشفنا أن الجولات اللي قاموا فيها والاستاجات اللي عملوها انعكست إيجابي ضمن ما قدموه من موضوع تمام إذا بنا نحكي اليوم عن مهام كلية الإعلام خبرنا عن العملية اللي بتتبع لأرشفة رسائل الدكتورة والماجستير بالنسبة للرسائل الماجستير والدكتورة نحن عم بيكون في عنا نسخ ورقية ونسخ الكترونية مطلوب على الباحث أن يقوم بتسليمه بعد مناقشة الرسالة وقيامه باتباع الملاحظات التي قدمت لهم من قبل اللجنة في المناقشة بعد المصادقة على تصحيح الطالب للملاحظات فتتم الأرشفة عن طريق تسليم هذه الرسائل إلى مكتبة الكلية ومن ثم أيضا إلى مكتبة الأسد ومكتبة رئاسة جامعة دمشق وأيضا الاتحاد الوطني طلبة سوريا الأرشفة ضمن الكلية نحن نقوم كلجنة تمثيل الدراسات العليا بعملية تغطية للمناقشات جميعها في عام 2023 قامت كلية الإعلام بمناقشة ما يقارب 22 رسالة ماجستير وخمس أطروحات دكتوراه الأرشفة عم بتكون عم ننزل لكل رسالة ملخص بالعربي وبالإنجليزي على موقع كلية الإعلام وأيضا على صفحتها على الفيسبوك الأرشفة موجودة ضمن قسم الدراسات العليا والمكتبة قادر أي طالب أن يدخل للمكتبة في أي وقت يحصل على الرسالة للاستفادة منها ضمن ما يقارب أطروحته أو رسالته وهذه الأساليب جدا مهمة اليوم بالوصول للرسائل والرسائل الماجستير للطلاب بالمقدمة إن كنوز اليوم تقدم للأجهال القادمة يمكن أي حدا يرجع لها إلى بأي سنة من السنين فتشكر أن جد على كل الجهود اللي عم تشتغل عليها اليوم بازم نروح لبانوراما المناقشات وهي أيضا أحد الوسائل بتعزيز خلال نقول التواصل عن طلاب كلية الإعلام خلال نحكي عن هذا الموضوع بالنسبة للبانوراما نحن نضمن كلية الإعلام حبينا نعمل هذه المبادرة بشكل تكون فكرة صباقة تب خلينا نشرح أساس شو يعني كرمان كل حدا عم نشوف نستفيد من معلومة شو يعني بانوراما المناقشات؟ بالنسبة لبانوراما المناقشات من خلال وجودنا بالكلية يوميا فكل ما يصير في إعلان لمناقشة رسالة ماجستير أو تروح الدكتورة فنحنا دائما في عنا بيكون سمينارات ونعرف أن هذا الطالب بده يناقش نزل الإعلان من مهد للطالب أول شيء بإعلان المناقشة من نزله بحيث أي طالب سنة تمهيدية أو سنة رسالة يجي يحضر ويستفاد من الملاحظات اللي بيكون عم تقدمها اللجنة العلمية لزميله البانوراما نحن من خلال وجودنا بالتغطيات نقوم بتصوير المناقشة وتنزيل خبر عنا من حيث اسم الطالب الباحث عنوان رسالته من أي قسم تنتمي إنو ومن اللجنة العلمية المؤلفي من السادة إلى السادة طبعا هي بتكون من شهر كانون التاني لشهر كانون الأول على مدى العام 12 شهر نحن آخر السنة بالبانوراما بيكون صارت عنا الأحصائية اللي منزلينا فمنرجع منعيد كل ما نزلنا من أخبار ضمن مادة واحدة نجمعهم بنفس الطريقة اسم الباحث اللجنة عنوان رسالته هاي البانوراما بتساعد لنوضح نحن قديش ناقشنا رسائل ماجستير وقديش ناقشنا أطروحات دكتوراه كمان الهدف الرئيسي من هذا البانوراما أنه الطالب لما بدي يسجل يكون طالع من السنة أولى على سنة تانية بدي يسجل عنوانه فيعرف أنه هذا العنوان تم طرحه وتم طرحه ليتم الإبتعاد عنه وإذا كان فيه أحيان تشابه ضمن العنوين فحيث يكون فيه انتباه لهذه النقطة وما يتم فيه لغط أو تشابه معها حتى بجوز بعض الهفوات ضمن الرسائل ممكن الطالب تلافاها وقتل بيكون فيه شيء مسجل عم يشوفه وعم يتعبعه هو يعني طمع ببعد عنا أكيد اليوم وقت بتم مناقشات أكيد في تقييم أداء من قبل كلية الإعلام لهذه الطلاب خلال المناقشة شو هي الطرق اليوم التي تتبع الكلية لتقييم أداء هذول الطلاب طبعا تقييم الأداء عم يجي بشكل تراكمي ما بيعتمد على اليوم الأخير في المناقشة بمر الطالب خلال فترة الرسالة أو الأطروحة بسيمينارات بحثية من سيمينار التسجيل وحتى السيمينارات المرحلية وصولا إلى السيمينار نهائي خلال هذه السيمينارات على مدار فترة رسالته أو أطروحته عم يتم فيها تقييم أن يتم توجيه ملاحظات للطالب وصارت السيمينارات مؤخرا سيمينارات عامة كانت تجرى سابقا في القسم صارت تجرى على مستوى الكلية فأي طالب سواء كان سنة أولى أو سنة ثانية يحضر هذه المناقشات التقييم يجي تراكمي بكل سيمينار يتم توجيه مجموعة من الملاحظات إلى الباحث يقوم الباحث بتصحيحها ومن ثم يراجع المشرف ويراجع الأسادزة وصولا إلى السيمينار النهائي السيمينار النهائي قبل تشكيل لجنة الحكم يجب أن يكون قدر الإمكان خالي من العثرات ومن ثم بيوم المناقشة تبرز مدى مواكبة هذا الطالب لكل الملاحظات اللي مرف بها قبل ومدى تصحيحها شيئا فشيئا حتى تكون تروحها بصيغتها شبه الكاملة والخليم الأخطاء وهذا الشيء أكيد بيكون له تأثير إيجابي من ضمن المناقشات اللي عم تشتغلوا عليها بتطوير البحوث العلمية توجيه بعض الملاحظات إعطاء بعض النصائح لطلاب كلية العلام اليوم دوركم جدا مهم كأساد وكموعيدين بالكلية خلني حكي عن دوركم بشكل عام الدور الحقيقي للمعيد عم بيكون هو دور محفز إيجابي كون المعيد يكون أقرب للفئة العمرية التي يقوم بتدريسها طبعا هذا الدور أنه كمان المعيد يجب أن يتذكر بأنه كان طالب قبل أن يتحول إلى عضو هيئة تعليمية مرأ بكل الظروف اللي عم يعشوا اليوم طلاب كلية العلام تماما فيجب أن يكون دبلوماسي نوعا ما يقدر هذه الظروف قدر الإمكان خاص بما تتعرض له البلد من كوارث أو من عدوان أو من حروب أو من حتى ضغوط في المواصلات والحياة الجامعية وظروف المعيشة الصعبة حتى في الوضع الاقتصادي فقدر الإمكان نحاول إحنا كمعيدين نعطي المعلومات الأقرب إلى الممارسة التطبيقية تحدثنا في بداية الحوار عن الجولات التي نقوم فيها العمي إذاعة وتلفزيون أحيانا ما بتتطلب المقرر أن يكون في جولات خارج الكلية فنقوم بتحويل المحاضرة إلى ورشة عمل داخل المدرج باستحضار مثلا في مقرر أعداد برامج إذاعية وتلفزيونية كما درسنا مع الدكتورة دالين إبراهيم من وجهة تحية باتفاق المعيد طبعا مع الدكتور والتعلم من خبرة الدكتور فيناقشوا بآلية العمل وخطة العمل فاستشرنا بأنه نحن نكون في عنا تطليع الكاميرا واستاج عملي ضمن مقدمات الإذاعة وتلفزيون والبرامج استحضرنا بورشة عمل داخل المدرج يعني أي معيد بالكلية عم يحاول يطبق خبرات عملية للطلبة واستضفنا كمان يعني بهذه الجلسة كانت كتير إيجابية لأن ضمن أعداد البرامج استضفنا معدل برامج الأخ والصديق الغالي اللي هو اليوم استضفنا لحلقة صباح نغير الأستاذ رامي بداوي شرح للطلاب أيضا عن ممارسته المهنية لأعداد البرامج وتقديمها الطالب صار يلاقي معد برامج محترف يتعلم من خبرته وكانت جلسة حوارية وتطبيقية أمام الكاميرا أيضا قداش لهم مهم التواصل بين طلاب قلية العلام والكوادر الإعلامية الموجودة ضمن مكان الهيئة العامة للإضاءة والتلفزيون أو ضمن الإخبارية السورية هذا التواصل جدا مهم ويمكن الطلاب يحبوا أكثر يشتغلوا شيء عملي على الأرض أفضل يحسوا يأخذوا خبرة أكثر كما تفضلت أن الأهمية الكبرى عندما يرى الطالب بيكون على مراحل تخرج أو في السنوات الأخيرة يرى شخص لديه من الخبرات المهنية اليومية ما يكفي يعني يصبح يريد أن يكون مثل هذا الشخص يتخذ الأشخاص اللي يضمن المهنة كقدوة له خاصة أنه اللي بيواكب بالمهنة غير اللي بيكون ضمن الكلية نحن نتعامل مع المقرارات والمعلومات الأكاديمية والأبحاث بس في عثرات بتصير بالمهنة يوميا تماما بيكون الشخص اللي مارس المهنة قدر كيف يتواكبها يتجاوزها أو يحتويها يعني أحيانا بعض العثرات أنت ما أنك قادر أنك تتجاوزها ولكن قادر تحتويها بشكل إيجابي يعني تمام فبيصير يتعلم هذا الطالب من الأشخاص الموجودين في المهنة وبيصير يعني دائما عنده محفز أن يقدم أفضل ما لديه تماما الياسو كمان اليوم في كتير مواد نظرية بكلية الإعلام يعني المواد النظرية هي الدشة مهم النقطة اللي كنت عم تحكيها حضرتك أنه أنتو عم تتفقوا مع الدكاترة أنه تحولوا هاي المواد النظرية اليوم لشي عملي لأنه كتير من شوف طلاب من كلية الإعلام بيروحوا بيتبعوا دورات بيروحوا لهذه القصص لحتى يتقوى أكيد لما بيروحوا بيتبعوا هاي الدورات مع ناس من المهنة بيعطوهم هاي الملاحظات اللي هنون ما بيعرفوا في أحيانا كتب نظرية يعني الطالب مجرد بس عم يحفظ ليقدم هذا الامتحان قديش مهمة ورشات العمل الشي النظري على أرض الواقع الورشات العمل التطبيقية عم بتحاول أنه أن تضع الطالب على المسار الصحيح إعلاميا طبعا المنهاج النظري هو الأساس أنا دائما شبه المنهاج النظري أكيد أكيد هو يكون مثل بناء فهو الأساس المتين هذا البناء لكن هذا الأساس أن لم نقوم بإكساء هذا البناء فهو يكون غير صالح للسكن المواكبة العملية جدا مهمة هلأ كلية الإعلام مقبلة على مرحلة تطويرية تم اقتراح منظومات تدريسية جديدة ضمن خطة تعليمية مو بس بكلية الإعلام ضمن معظم الكليات خطة عمل جديدة في مواد نظرية كانت موجودة ضمن سنوات ضمن المقترح للخطة تم تقديمها إلى سنوات متأخرة والعكس أيضا في مواد بسنوات متأخرة تم تقريبا إلى سنوات في أقرب هاي بالمستوى التعليم النظامي وعم تتجه الكلية نحو طريقة جديدة يعني غالبا يكون في العام المقبل أو السنوات المقبلة اختبار فحص قبول للطالب للمجتاز المرحلة البكالوريا لأدمع كلية الإعلام طبع هذا مرح يكون تعجيزي أبدا خلينا توسع اليوم هاي خبرية جديدة يعني اليوم في طلاب كتير حلمون كلية الإعلام ولكن دائما بجوز توقف عن معدل اليوم هل في فحص قبول قبل الدخول لكلية الإعلام؟ بعد اجتياز البكالوريا حتى لو المعدل يعني جايبه وعلامات الكلية؟ هلا هي بالأساس قبل هذا الامتحان في حال حدث نحن عنا شرط يحقق معيار في اللغة الأجنبية ومعيار في اللغة العربية لحيكون فيه كمان اختبار قبول هي من ثقافة عامة ما رح تكون لطلب الثالث يعرف أنه تحريريا ولا أخباريا أو هاي فتكون معلومات نحطها من أسادة الكلية السادة الدكاترا بيحطوها بإختصاصيين بكل قسم وكل مقرر وتكون هي كتير بسيط ونحن بأساس عنا مقابلة شو الهدف اليوم أستاذ الياس؟ شو الهدف؟ الهدف هي أنه يكون في مرحلة أكثر نوعية بحيث أنه يفوت الطالب على الكلية أنه مثل ما نعرف أنه الإعلام هو فرع إبداعي وبيحتاج كتير مهارات وبيحتاج مواهب في أن تكون في الكتابة أكثر فهي أنه عم تكون لمرحلة نوعية وهي لمصلحة الطالب فلما بيفوت هو كان في فحص قبول من زمان تم إلغاؤه بفترة من فترات ولا ممكن أنه يرجع وبالنسبة لكلية أعلام هنه بالأساس مقابلة في السنة الثانية اللي طالع من السنة الأولى على السنة الثانية فهو بحاجة لاجتياز مقابلة مع سادة دكاترا هلأ هاي المقابلة عم تكون الأختصاص في السنة الثانية متخصص نعم هلأ يمكن حتى الأختصاص يكون في السنة الثالثة ما يعني هون تكون في السنة الثانية فهن في كتير مواد مشتركة بين عدة أحصان بالكلية تماما خلينا نرجع حيكون نحكي شوي عن السيمينارات قديش هي بتفيد بتبادل اليوم الخبرات بين الطلاب والأسعاد زي بين الطلاب والدكاترا طبعا عم تصير في أجواء إيجابية لما الطالب عم يحضر هاي السيمينارات عم بيدون الملاحظات نحن كل أربعاء في كلية الإعلام لدينا سيمينار عام سواء سيمينار تسجيل ماجستير أو دكتورة أو سيمينارات مرحلية الطلاب اللي عم تحضروا عم ننزل إعلان مصبح من يوم الأحد بحيث يكون في مساحة للطالب يجي يحضر سيمينار عم بيدون الملاحظات وعم يستفيد من النقاش اللي بيصير بين كل دكتور مع الطالب وهي عم تكون في منعدة أقسام فحتى عم بيكون عنده اطلاع على الأقسام الأخرى تدوين الملاحظات عم بيصير هو يكون خايف أو متوتر فعم بتتقلص عنده العملية عم بيشوف كيف السيمينار عم يكون مريح عم تكون المعلومات دائما للتقييم اللي كنا بحكي عنه أنه تقييم قدر الأمكان بيجي السيمينار موعد الطالب اللي كان عم يحضر صار هو عم يكون عنده سيمينار جيد عرفان الطرق نصدرها شاملة اليوم نصدر شاملة طبعا نحنا في نقطة بدي نوه عليها نحنا في عنا دليل جامعة دمشق نتبعه في التوثيق ودائما نحنا من نسق مع النائب العلمي عنا النائب العلمي الدكتورة ندى الساعي وجهة تحية هي دائما مع ممثلة دراسات العليا كل شي بيجي للدكتورة من رئاسة الجامعة من البحث العلمي بتحولوا لممثلة دراسات عاملين مجموعة واتس أب نتناقش مع طلاب دراسات العليا مننزل ملف البيدي ايف لأنه يكون فيه وعي ما يكون فيه انتحال علمي أو صرقة علمية من مراجع كيف نمثق نفس الوقت فيه ورشات عمل عم تصير بالكلية ليه شرح النائب العلمي واللجنة الكلية كيف الواحد يصير بهذا المجال فيه كمان الاتحاد الطلبة الاتحاد الوطني طلبة سوريا عم يعمل ورشات دورية فيما يخص البحث العلمي والإجراءات حتى ورشات لطلاب التعليم النظامي عم تكون فيه ورشات مجانية هي دائما تعطي الطالب تدريب عملي سواء كطالب نظامي أو تدريب بحثي ضمن مرحلية الماجستير والدكتورة نحن بدورنا نتمنى لكم كل التوفيق بالأيام القادمة وتحية من خلالك أستاذ لأسلك كل الكوادر التعليمية المتواجدة بكلية الإعلام بديو مرشق وإيضا للطلاب مفاقين جميعا شكرا لحضورك اليوم شكرا لحضورك معنا أكيد نتمنى لتوفيق دائم والنجاح شكرا لحضورك